في الحديدة مدينة البحر والنخيل تتفقم معاناة السكان وتزداد تأثيرات الحرب يوما بعديهم ويفقد الأهل في كل لحظة جزءا من تفاصيل حياة لا تعود أحد هذه التفاصيل المفقودة الماء والذي يعد الغائب الجديد عن المدينة الساحلية إذ يتزاحم السكان بحثا عنه في الأحياء وفي دور العبادة التي تعتمد على الآبار التقليدية بعد انقطاع المياه وينتظرون في الشوارع ويتسابقون كل ما رأوا ناقلات الماء أو سمعوا بها لنا حوالي أسبوع مقطوع الماء في الحديدة يعني ما فيش أي حتى أيش الأسباب منقطاع الماء ما ندري كهرباء وقطعوها قد نسينا طبعا قد موضوع الكهرباء نهائيا بس إنه يقطع علينا الماء فهذه كارثة حقيقية كارثة إنه إنسان ينقطع عليه الماء يعني إذا ما فيش ماء ما فيش عيش ومع اشتداد حاجة الناس للمياه اضطر بعض القائمين على المساجد إلى إغلاق صنابير المياه بالأقفال وتتزايد المخاوف من المشاكل الصحية والبيئية والتي يمكن أن تلحق بالسكان خصوصا مع اقتراب موسم الحر والذي بدأ الناس ينتظرون قدومه مع توقعات بعدم تجاوز الأزمة قبل أن يحل فصل ساخن جديد من حياتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة